كثير من المهتمين بشأن السياسي نقاد ومثقفين يقولون عبارة أن السوداني هو الفرصة الأخيرة للعملية السياسية إلى أي مدى ممكن أن تتفق أو تختلف مع هذا التوصيف؟ أنا أفضل استخدام الفرصة الثمينة السوداني الفرصة الثمينة للعملية السياسية لا يوجد فرصة أخيرة لهذا البلد يوجد إمبراطوريات وراحت ويوجد أنظمة مختلفة وراحت ويوجد ناس أحسنة وأساء وراحة وبقى العراق وبقى الشعب العراقي وبقت العملية السياسية كقدر لإدارة شؤون الناس فلا يوجد أحد يمثل فرصة أخيرة لهذا البلد البلد قائم ونحن راحلون كلنا الله يطيل في أعمار الجميع لكن هناك فرص تمينة السيد السوداني بإمكانياته الإدارية خبرته الإدارية طاقته الشبابية فهمة للتعاطي مع البيروقراطية الإدارية القائمة في البلاد تجنب للدخول في الصراعات السياسية وما شابه أمام فرصة لدفع البلد خطوة حقيقية للأمام وفي مفارقة غريبة نحن لم نشارك في الحكومة ولكن أنا من الشد الدعمين لهذه الحكومة لهذا السبب لأننا نجد أن هناك فرصة نجاح ونريد أن نستثمرها لصالح شعبنا إذا أردنا أن نتعاطى بالسياقات التقليدية المعارض يعطل ويعترض ونحن نضع العصى في الدواليب الشعب سيتفعل الضريبة ونحن لا نريد أن نكون سبب في تعطيل إرادة شعبنا أو الخدمة والرفاه لشعبنا يعني أنت شنو تريد أن تؤسس لنمطية جديدة بالمعارضة العراقية أنا لا أشترك مع الحكومة لكنني أدعم الحكومة هذه الرسالة إذا رتق رأها صح وصلني إياها بالحقيقة في كل الحكومات التي ما شاركنا بها وحتى التي عارضناها في بعض مساراتها أينما كان هناك موقف إيجابي وصحيح من وجهة نظرنا في تلك الحكومات كنا أول المرحبين والدائمين وبقوة دائما كنت على يقين بأن يجب أن نعطي صورة لا نعارض لأصل المعارضة أنا ما أشارك إذا نكون أعطل وأعترض على كل شيء أشارك إذا يجب أن أمجد وأمتدح كل شيء هذا خطأ ونحن نشارك نعترض على بعض الخطوات غير السليمة ونحن نعارض نمدح ونشكر بعض الخطوات السليمة أما في هذه الحكومة ذكرت أن السبب لا يخص الأخ السوداني أو حكومته والفريق الحاكم وإنما كان يخص مخرجات الانتخابات لم نشارك نجد أكو فرصة للنجاح نقف بكل طاقتنا لدعم هذه الفرصة لتحقيق الرفاه والرخال شعب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر